قرآن وواقع رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده نظافة المجتمع المسلم ماديا ومعنويا وصحيا يقول الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يمتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن ظفور الرحل وأنكحوا الأيام منكم الأيام جمع أيم والأيم من لا زوج له من النساء والرجال يقال رجل أيم أي لا زوجة لها وامرأة أيم أي لا زوجة لها انظروا أيها الإخوة أيها الناس انظروا إلى عظمة الإسلام يريد الله تبارك وتعالى أن يتزوج كل من لا زوج له من النساء والرجال ويجعل ذلك فرضا كفائيا على الجماعة المسلمة إذا كنتم مسلمين فأمنوا ويسروا زواج من لا زوج له من النساء والرجال وأنكحوا الأيام والصالحين ليس فقط الأحرار العبيد أيضا أيها الإخوة لو فهمتم الإسلام عرفتم أن العبيد في ظل الإسلام أفضل منهم في حالنا نحن عندما استعبدنا من قبل الطواغيت المجرمين العبيد في ظل الإسلام أفضل حالا منا ونحن مستعبدون من الطواغيت والفجار والكفار وعليه بالله تعالى إذن أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم من عبيدكم يعني إذا كان عندكم عبد ورجل صالح ممكن أن يتزوج زوجوه عندكم أما ما بدأت تتخزى يعني أم ولاد هي لها حق أن تتمتع بزوجها والصالحين من عبادكم وإمائكم إذن أمرا بالتزويج أيضا للإماء وللعبيد بعد قريب نتكلم عن العبودية إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله يوسع الله عليهم من جوده وكرمه والمراد بذلك الأحرار فقد وعدهم الله بالغنى إذا تزوجوا وسيأتي معنا حديث يدل على ذلك والله واسع عليم أي واسع الفضل عليم بمن يريد العفة وعليم بمن يريد وعليم ربنا تبارك وتعالى بمصالح عباده فيوجههم لما فيه خيرهم وسعادتهم في الرزق وفي الزواج وفي غير ذلك هناك أناس في المجتمع يريدون أن يتزوجوا ولكن لا يجدون زواجا بماذا ينصحهم القرآن؟ من استعفاف فيقول سبحانه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا أي لا يجدون إمكانية النكاح من المال حتى يغنيهم الله من فضله أي حتى يوسع الله عليه يطلبون العفة يبتعدون عن المحرمات يبتعدون عن المزالق التي تؤدي إلى المحرمات حتى يوسع الله تبارك وتعالى عليهم في الرزق ومما يساعدهم على العفة الصيام يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما روح البخاري هو مسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وجاء يعني وقاية يضبط الشهوة يساعد على ضبط الشهوة والالتزام بأمر الله والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم الآن نتحدث عن العبيد انظروا أيها الإخوة جهل المسلمين جعل الدجالين من أشياطين الإنس والجن يطعنون في دينهم ويشككونهم في دينهم وهم يجهلون دينهم كانوا يقولون لنا إن الإسلام هو الذي أقر الرق أو وضع الرق هذا كلام غير صحيح الإسلام لم يقر الرق ولم يضعه إنما الرق كان موجود في السابق ولا يمكن للإسلام والرق موجود عالميا أن يمنع المسلمين من الاسترقاق في الحروب فعلى ذلك بعد 300 أو 500 سنة يصبح المسلمين كلهم عبيد عند الكفار لأنهم يأخذونهم عبيد والمسلمين لا يجوز لهم أن يأخذوا العبيد بل يعتقونه ولذلك الإسلام أقر بما هو موجود من قديم الزمان ولكن وضع خطة للتحرير لأن الأديان كلها دين الحرية وضع خطة لتحرير العبيد والإماء خطة مركزة تنزيل من عزيز الحكيم أمر بالإعتاق وأيضا شجع عليه وجعل بعض العقوبات ليست عقوبات مالية تعطيها للدولة لا عقوبات تحرر فيها إنسان فإذا قال الإنسان لزوجته هي عليه كظهر أمه أو شيء من هذا يعني حرم على نفسه فلا يجوز أن يقربها حتى يعتق رقبه إذن تحرير ما استطاع ما عنده رقبة يصوم ستين يوم ما عنده يطعم ستين مسكين وبعدين يباشر زوجته فبعض الكفارات فيها عتق رقبة إذا قتل مؤمن خطأا ومن يقتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة طالما فقد مجتمع مؤمن إذن منحر المؤمن من الرق فيكأننا استعدنا بدل هذا الرق المقتول لأنه قتل خطأا أما إذا قتل عمدا فجزاء قاتله القتل حتى ينقطع القتل في المجتمع الإسلامي ولا تراق الدماء كما نراها تراق وليازو الله تعالى في الشوارئ من المتسلطين الظالمين أعوان الفجار الكافري من يهود وغيرهم يريقون دماء المسلمين وفي أشهر محرمة وفي أشهر فاضلة وفي أيام فاضلة ومع ذلك كأنهم لم يفعلوا شيئا وليازو الله تعالى إذن الله تبارك وتعالى لم يوجد الرق ولكن الرق موجود إنما جاء الإسلام وأنزل الله الآيات والأحاديث التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم وضحت معالم الرق وبضحت حقوق الرق إخوانكم خوانكم أطعموه مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تتكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم علي اشتغل مع الرق انت إذا كان ما بستطيع اشتغل هذا هو الإسلام أما بالنسبة للتحرير فكل كفارة إذا كان حلث يمين وحنست في يمينك كفارته أطعموا عشرة تحرير الرقبة وطعموا عشرة مساكن من أسلط المطعموها أهلكم فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام إذا جعل كفارة اليمين وكفارة الزهار فيها العتق الرقبة وقتل خطأ في عتق رقبة مؤمنة من أجل أن يحرر الله تبارك وتعالى الرق إذا فتح بابا للتحرير أقر الرق لأنه واقع في العالم لا يمكن أن يمنع بجهة واحدة وفتح بابا تحريري الأرقاء بشكل منظم أيضا بالنسبة للنساء إذا عاشر السيد أمته وحملت منه واعترف بهذا الحمل نقول اعترف بهذا الحمل سيزني تقول له ابنك هما له خبر إذا اعترف بأن هذا الحمل منه تصبح المرأة الأم أم ولد فلا يحد له بيعها تبقى عنده ما أعتقها حتى إذا مات تصبح حرة من اللي أعتقها ولدها ولدها يملكها من أبيه لأنه ينس أباه فإذا ملك المؤمن أبويه أو شقصا منهما حصا منهما أعتقا عليه صيلوا مع توقي وهذا ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان تعتق الأمة ربتها تلد الأمة ربتها يعني تلد الأمة ستها عندما يتصل فيها سيدها وتلد تصبح هذه المولودة الجارية أمها أمها كأنه يعني مملوكة لها فإذا الرق نظمه الإسلام من أجل التحرير لأن الإسلام دين التحرير فهنا نوعا آخر من تحرير العبيد قد يكون إنسان عنده عبد وهذا العبد صالح لأن يعيش حياة سعيدة حرة ولكن مالك العبد يريد مال لا يستغني عن هذا العبد ففتح الله له مجال المكاتبة ما معنى المكاتبة إذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه فينظر السيد إذا كان العبد صالحا ما معنى صالحا يعني يستطيع أن يكسب مال ويدفع ثمنه وإذا أعتق يستطيع أن يعيش صالحا في المجتمع يبني بناء يعني يكون بنية صالحة في المجتمع إذا كان هكذا على السيد أن يكاتبه يعني يصير بينه وبين عبده سك مكتوب مكتوب فيه مثلا أما أن هذا السيد ألف دينار فإذا سدد هذا العبد ألف دينار لسيده في مدة سنة يصبح حرا هذا اسمه عقد المكاتبة فيذهب العبد الأصل العبد يشتغل وماله لسيده ولكن سيد قال لروح خذ المال لك وعطيني إياه لتشتري نفسك هذا معنى المكاتبة هذه وسيلة أيضا لتحرير العبيد أين هذا في العالم كله هذا في الإسلام العالم كله يستعبد بعضه الآن بشكل مباشر وغير مباشر وتسيل الدماء وهم يزعمون أنهم هناك إنسانية ليس هناك إنسانية والله ليس هناك إنسانية إلا عند من يصوب رمضان إيمانا واحتسابا إلا عند من يصلي إيمانا واحتسابا هؤلاء عندهم إنسانية أما الباقي الحيوانات أفضل منهم لأن الحيوانات تنفع ولا تضر إذن ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم أن يطلبون أن تكاتبوهم وتجعلوا عقدا بينكم وبينهم على أن يدفعوا قيمتهم كذا لمدة كذا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وكل واحد طلب والله لازم تكاتبوا لا بيجوز كون شرير إذا فرث يكون سوء على المسلمين وعلى المجتمع فبديكون فعلا يستطيع أن يجمع مال ويشتري نفسه من سيده وأيضا فيه خير المجتمع وأتوهم من مال الله الذي أتاكم اتركوا لهم من سق الكتابة شيء يقرب السنة انتهي وما جمعوا كل المال فسيد عليه أن يترك له شيء أو المسلمون يعطونهم من مال الزكاة ليتحرر أتوهم من مال الله الذي أتاكم أعطوهم من الزكاة حتى يتحرروا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة على الله عونهم الناكح يريد العفاف هذا المرمعنى والاستعف في الذين لا يجدون نكاحا الناكح الذي يريد العفاف والمكاتب الذي يريد الأداء أن يطلب مكاتبه ليس بس بشأن يجمع المال بشأن يحرر نفسه والغازي في سبيل الله الغازي في سبيل الله أوصي بهذه المناسبة الذين يجاهدون في سبيل الحق أن يخلصوا لأن يحملوا السلاح من أجل أن يأخذوا أموال الناس هؤلاء أيها الإخوة انتبهوا الذي يهدد إنسان بالسلاح ويخطفه ليأخذ مال الناس بالباطل هذا هو والعياذ بالله تعالى إذا قتل يقتل ويصلب حكمه في الإسلام وإذا أخذ المال تقطع يده ورجله من خلاف إلى اليمنى ورجله اليسرى هذا حكمه في الإسلام ثم عقابه عند الله عظيم وإذا مات في هذه الحالة مات على غير الإسلام ليس بشهيد الذي يرفع السلاح على المسلمين من أجل أن يأخذ أموالهم ويهددهم ليس بمسلم وليس شهيدا إن قتل إلى جهنم وبئس المصير يخسر الدنيا والآخرة فليتذكر هؤلاء أنهم في يوم من الأيام ماضون إلى الله وأن ملك الموت لا ندري متى يأتينا في أول رمضان في آخر رمضان بعد رمضان بعد الحج لا ندري فلننتبه إلى أنفسنا ولا نموت إلا ونحن مسلمون أي مستسلمون لأمر الله تبارك وتعالى ثم يقول سبحانه وتعالى في مواجهة مشكلة جديدة في المجتمع ليس المجتمع الإسلامي إنما المجتمع الجاهلي في الإسلام بداية الإسلام وجدتها ثم انتهى كان الجاهليون كلمة الجاهلية ما قبل الإسلام وهم الذين يجهلون الله فلا يطيعونها فهذه سمية جاهلية ليس جاهل القراءة أو الكتابة كانوا في الجاهلية يكونوا عند الرجل أمى فيرسلها لتزني روحي مثل بعض المجتمعات حدثوني أولا لا زوجته أو صديقته روحي يجري ليساوي بس جيبي مصرات في آخر نهار فيقول فيرسلها يرسل جاريته إلى الزنا ثم يضع عليها جعلا مبلغ من المادة تسدده كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر روح تفعل ما تشاء ورياز بالله تعالى فهذه الضريبة ورياز بالله تعالى هي من أحرم المحرمات الجوع الذي يؤخذ على الزنا ورياز بالله تعالى فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لا تكرهوا الفتيات أي الأئماء على الزنا إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا ليس معناه إن لم ترد التحصن كرهوها مع الزنا لا أما في إكره على الزنا إذا ما بدها هي تزني تبهو يا إخواني بعض الناس قد يفهم لجهله باللغة العربية أنه إذا كان هي راضية مبسوطة وهو يأخذ المال فهذه يعني حرية لا ليست حرية الآية القريمة تقول ولا تكرهوا فتياتكم أي إماءكم على الزنا إن أردنا تحصنا فإذا كانت تريد الحصان هي التي تكره أما إذا كانت لا تريد الحصان ما كان يقول لا تكره فتياتكم يقول له امنعوا فتياتكم من الزنا إذن هذا القيد إن أردنا تحصنا يدل على قبح من يكره على الزنا هي الأمة التي تشتهي الرجل وتشتهي كذا لا تريد هذا الفساد ولا تريد هذه الرزيلة لأن لا ينتشر فيها الأمراض والأوبئة والأخباس وكذا 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 وإلى آخر إنها تريد أن تكون عفيفة هي هذه تريد أن تكون عفيفة وسيدها يكره على الزنا فهذه الجناية أعظم وأفحش ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا على الزنا وهذه الآيات أيضا نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول كان له أمة يقال لها مسيكة كان يكرهها على الفجور وكانت لا بأس بها يعني فيها شيء من الجمال فتأبى تمتنع فأنزل الله هذه الآيات ولا تكره فتياتكم على البغاء يعني على الزنا إن أردنا تحصنا ومن يكرههن يعني بعد منزلت الآي ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم يقول ابن عباس فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم بهن غفور لهن رحيم بهن لأنهن مكرهات وليس غفورا لمن أكرهها وهو المنافق عبد الله بن أبي بن سلول فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولذلك المرأة عندما تكره على الزنا وعندما تغتصب رغم أن فيها لا إثم عليها إنما الإثم على من أكرهها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهه عليه إذا أكره على شيء فلا عقاب عليه طبعا إذا أكره بشيء يستحق الإكراه يعني يسميه علماء الأصول إكراه ملجئ أما إذا قال لا بزعل منك إذا كان ما فعلت مع الفاعشين لا لا تزعل حبيبي هاي ما يمكره هاي زانية مثله أما أن تغتصب كما نسمع يعتصبون المؤمنات إن كان في مصر أو كان في سوريا أو كان في كذا هؤلاء فجار وليسوا وليسوا من أهل المقاومة كذابين الذي يعمل مع المقاومة الفلسطينية ضد اليهود لا يفعل هذه الفواحش ولا يستحل ما حرم الله تبارك وتعالى الذي يستحل ما حرم الله فهو المشرك الذي يطيع غير الله في معصية الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني اشتركوا في القناة